من الدوحة معنا موفد الحدث ليث بزاري ومن الرباط ينضم إلينا أيضا مرسل الحدث عادل الزبهري أهلا بكما سأبدأ هذه المرة من الرباط نريد أن نعرف منك عادل كيف هي الأجواء الآن في الشارع المغربي استعدادا لمباراة الليلة مرحبا وتحية رياضية هذه المرة على غير العادة من العاصمة المغربية الرباط كما تشاهدين الأجواء ممطرة هنا في العاصمة المغربية الرباط وسط تحذيرات بعواصف وأمطار غزيرة ولكن القلوب المغربية متحمسة والجماهير المغربية في الملاعب أو في مدرجات تشجيع المغرب وهي المقاهي الأجواء حماسية وحماسية جدا المشجعون المغاربة هنا في المغرب جاهزون لنصرة ومتابعة والحماس للمنتخب المغربي الأجواء حماسية رغم كل العوامل المناخية الصعبة في فصل الشتاء ولكن المغاربة يؤكدون أنهم سيناصرون اليوم المنتخب المغربي مهما كلف الأمر سواء في الدوحة حيث صديقنا ليث في داخل أو خارج الملعب أو هنا في المقاهي هذه الأماكن استعدت وتجهدت من أجل أن تستقبل الجماهير المغربية ولو في ساعة متأخرة بالتوقيت المغربي الساعة الثامنة ليلا سنحاول أن نستمع إلى بعض أراء وتوقعات وانتظارات المغاربة السلام عليكم السلام ورحمة الله توقعتك اليوم للمنتخب المغربي أول مرانت في النهائي ضد فرنسا إن شاء الله الفوز على فرنسا وحنا المنتخب المغربي يعني من 86-98-2018 كان في المستوى العالي الحد لم يكن شيء يساعدنا والآن إن شاء الله سننتصروا على فرنسا بواحد السفر هذه الأجواء الباردة ما ستحرمكم من التشجيع والحماس؟ لا لا يمكن هذه الأجواء كنا سنتظر زمان 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 يعني الحمد لله جاءت مع الشتاء ومع المنتخب إن شاء الله دوزيين متون إن شاء الله ونضرب حول فرنسا إن شاء الله بواحد السفر جميل شكرا نزيلا إذا نواصل معرفة أراء الجماهير المغربية توقعتك اليوم المغرب في فرنسا لأول مرة في النصف النهائي وسط أجواء باردة وماتقس بارد أولا السلام عليكم هذا حدث جميل أن المغرب مثل القارة الإفريقية وكذلك المنتخبات العربية جميعا إن شاء الله الفوز المنتخب المغربي والنتيجة إن شاء الله جل الصيفة إذا كجماهير مغربية لن تقبلوا بغير الانتصار؟ نعم نحن مدى ونحن نتسننوب بحل هذا النهار هذا أننا نشوف المنتخب دينا كم التنفى وتظاهر كبرى مثل كاس العالم الحمد لله جاهد واجد هذه الفرصة هذه أننا نتعرف علينا العالم أكثر وأكثر ولماذا إن شاء الله كاس العالم نفوز به ويجي للمغرب إن شاء الله يمكن المغربي وجه المنتخب الأرجنتيني في النهائي ولا فرنسا خصم صعب جدا؟ فعلا هو خصم صعب لكن كما الشعار الأخير هو المستحيل السمغربيين المستحيل السمغربيين المغرب قادر أنه يديرها وقدر يجب فرنسا إن شاء الله بإذن الله ويتأهل فينا بإذن الله ونحن معافر ما أن الأجواء بريدة إلا أن الحمز لنا هو ساخن لمواجهة أي ظروف أجل دعم المنتخب المغربي إن شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا فرجة ممتعة لكم إذن هذه عينة من أراء نسأل أحد المواطنين لمغاربة الآخرين سيد الكريم أنت صاحب مقهى شنو تجهيزاتكم لهذه اليوم لمساعدة المغاربة على الاستمتاع بهذه الحلقة الأخرى في مسلسل الفرجة والمتعة المغربية وكان عرفوا الجماهير المغربية تفضل المشاهدة الجماعية في المقهى تماما جماهير المغربية تفضل الآن تكون في المقهى وإحنا الحمد لله على أستعداد إن شاء الله وكل توقعات إن شاء الله المنتخب الوطني والتجاعة إن شاء الله باش مما جابع إن شاء الله لبططوا وحنا أبدا كيكبر وإن شاء الله كل شيء الشعب المغربي وراء الفارق إن شاء الله بإذن الله باش كل الفرحة كبيرة إن شاء الله إذن هذه هي الأجواء هذه هي الأجواء المغاربة يصنعون الفرحة أكيد في ترقب عربي لمتابعة هذه المباراة سأنتقل أيضا إلى زمينا ليث بزاري من الدوحة ليس لك أن تطلعنا حول الأجواء كيف تبدو في الدوحة استعدادات المشجعين الفرنسيين وأيضا المشجعين المغاربة والعرب لهذه المباراة نعم تهاني اليوم المنتظر لكل المنتخبين الفرنسي والمغربي فهنا في مشيرب وصلنا قبل قليل ما زال المشجعون لم يأتوا بكميات كبيرة إلى هذا المكان ولكن شاهدنا أشخاص يشجعون المغرب سيدة موجودة هنا ما بعرف إذا منقدرنا أخذها معنا سيدة تفضلي نعم هي بتوقع مغربية ولكن تسكن هنا في الدوحة وطبعا شفناها حاملة العالم المغربية تهاني معناها جاهزة للتسجيع ورح تكون يمكن بالملعب إن شاء الله أخدت التذكيرات اليوم إن شاء الله بروح استعد البيت إن شاء الله بالفوز المغربي وإحنا فخورين فخورين جدا جدا بالشعوب كلها اللي معانا الشعوب العربية من سعودية من قطر من العمان من تونس من العرب جميع العرب والله جميع وإحنا جد فرحين نعم دعيني بست هاني أفتح قوسين وسؤال العدل الزبيري في الرباط هل هناك طائرة انطلقت أو طائرتين انطلقتا من مطار محمد الخامس صباح اليوم وفي طريقهما هنا إلى الدوحة للتسجيع في المباراة في بيت الشعر أو استاد البيت هنا في الدوحة خلينا نكمل لقاءات ونشوف عادل شو عنده جواب لهذا السؤال ولكن يعني حضرتك حضرت المبارايات الأخرى للمنتخب المغربي أكيد المغرب مع كرواتيا والمغرب مع كنادا والمغرب مع بلجيكا والمغرب مع إسبانيا نعم جميع المباراة جميع طيب شو رأيك النتيجة اليوم رح تكون قدين نتيجة اليوم برأيها إن شاء الله نتمنى نتمنى إن شاء الله ولو اتنين اتنين صفر الفرنسة إن شاء الله بإذن الله لأنه كل العرب معنا وبيشجعون وبيشجعون معنا والحمد الله نعم خلينا نكون بس عادلين بس لو ثواني رح ناخد مشابجع برضو فرنسي هو من السودان تفضل أنا مشجع سوداني الغلب مغربي أقوله خائن خائن أنا مغربي أنا أساس أن الحظ حظي كعب حضرت مباراة السعودية مع المكتك السعودية تغلبت حضرت مباراة تونس التونس اتغلبت فعشان كده أنا مادر أجيب النحس للمغرب شجعت المعاكس نعم طيب هذه الأجواء أترك لك المعاك تهاني ومنتبع كان يوه كان دمه خفيف في أنه يوصف نفسه ولكن سأنتقل الآن إلى فرنسا مع مراسل الحدث أحسان قنيبر ليطلعنا حول الاستعدادات الأمنية أيضا في فرنسا لمواكبة هذه المباراة إليك حسين الكلمة أهلا بك تهاني بداية أنا هنا في مدينة أنيير سورسين وهي ضاحية صغيرة قرب باريس تقطنها غالبية من الفرنسيين المتحدرين من دول المغرب العربي الجزائر تونس المغرب ومن المغرب تحديدا بالنسبة للإجراءات الأمنية هناك عشرة آلاف شرطي فرنسي سيواكبون الاحتفالات التي ستعقب انتهاء مباراة فرنسا المغرب مساء اليوم من بين هؤلاء العشرة آلاف شرطي خمسة آلاف مكلفون بضبط الوضع الأمني في باريس ومحيطها في باريس تحديدا عند جادة الشانزيليزي أنا هنا في منطقة أنيير سورسين في هذه الضاحية أطرح سؤالا على أحد المتحمسين للمنتخب المغربي هشام هشام اسمك هشام أهلا سهلا احتمالات الفوز كبيرة بالنسبة لك يعني لا ننسى أن المنتخب المغربي يواجه منتخبا فرنسيا فاز بكأس العالم مرتين حتى الآن يعني المنتخب المغربي يواجه بطل العالم ولكن احتمالات الفوز قائمة وقائمة جدا بالنظر للعطاء المشرف جدا وأكثر من المشرفة الذي أداه المنتخب المغربي قلوبنا كلها مع المغاربة شكرا لك هشام جولة سريعة على حانوت على محل لبيع الأعلام الأعلام المغربية والفرنسية أيضا هنا في هذا الحي وأنا أتابع المسير أشير إلى أن الجهاز مذكرة داخلية صدرت عن الجهاز المركزي للاستخبارات الفرنسية تشير إلى أنه بعد انتهاء المباراة الليلة بين فرنسا والمغرب ستكون هناك حشود ضخمة وقد تحصل اضطرابات ومن المدن التي توقعت المذكرة الداخلية للاستخبارات أن تشهد اضطرابات استراسبور شرقا وتوركوان وليل وروبي في الشمال وأيضا مونبوليو ومرسيليا في الجنوب وليون في الجنوب الشرقي هذه المدن قد تشهد اضطرابات بعد انتهاء المباراة هذا هو المحل الذي يستعد لبيع أعلام على علاقة بمباراة الليلة أعلام فرنسية ومغربية كما تشاهدون ترقب كبير هنا في أنيار سيخسن هذه الضاحية الباريسية لنتائج انتخابات لنتائج عفوا المباراة عادة أغطي انتخابات نتائج المباراة بين المغرب وفرنسا مساء اليوم سأنتقل الآن أجمع بعض الشبان هنا كما تشاهدين وهؤلاء من الذين ينتظرون المباراة عليكم السلام حدد طيب حسين سأنتقل الآن الفوز المنتخب المغربي إن شاء الله بواحد صفر والفخر إن شاء الله الأمة العربية والإسلامية ونجدوز وزود الحلم إن شاء الله يكون جميع الأمة العربية والإسلامية وتكون تاريخ إن شاء الله شكرا بك نعم تهاني طيب سأنتقل الآن إلى زمين عادل الزبيري ليجيب على السؤال الذي طرحه أيضا زمين ليث بزاري حول طائرة تحمل عدد من المشجعين المغاربة تصل إلى الدوحة قريبا في الساعات القليلة المقبلة نعم تهاني على الأقل ثلاث طائرات غادرت مطار محمد الخامس أكبر مطار مغربي في اتجاه الدوحة تنقض المشجعين المغاربة فيما أعلنت الخطوط الملكية المغربية أي الطيران المغربي عن إلغاء سبع رحلات بطلب من السلطات القطرية وهذا خبر رسمي ومؤكد ولكن أيضا هناك إقبال كبير من طرف المغاربة من أمريكا الشمالية وكذلك من كل دول أوروبا الحضور المغربي من المرتقب أن يكون اليوم في الدوحة قياسيا وتاريخيا وغير مصبوط في نهائيات كأس العالم شكرا عادل الزبيري من الرباط وأيضا موفد الحدث ليت بزاري من الدوحة وزميل أيضا أحسين قنيبر من فرنسا شكرا جزيلا لكم لكم طبعا جميعا